فيه ناس تقول لها السر وتحكي كده وتبقى عارف ان السر فبير وفيه ناس تانية تخاف ان انت تقول لها اي تفاصيل في حياتك عشان انت تبقى عارف ان التفاصيل دي بتتحكي على الملأ واصرارك دي بتبقى حاجة كده ايه للعموم انت يا بوب من اي نيس من الناس اصلا اللي بتحكي اصرارها ولا كاتوم يعني انت بتسأليه من ناحية انا مش لما بقول اه اه لما بيداه لا انت نفسك بتحب تحكي اصرارك اصلا اه يعني لا مش بحب بحكي اصراري الا لناس معينة خلاص انا عارف ان انا لما احكي السر السر فعلا فبير بس بس ما حادش يحكيلي سر هو فيه اصلا فيه حاجة اسمها سر فبير عشان كده بقولك انا شخصيا ما حادش يحكيلي سر عشان انت بتقول انا بقول على طول اه وخصوصا بقى لو رميتلي البؤ بتاع المقدمة اللي هو اه هو عتقول انا هقولك على حاجة بس بيني وبينك بالضبط كده بيني وبينك يا جماعة كده على طول ايو ايو انا حلو ان الواحد يبقى صريح مع نفسه مش عشان قاعد وموزيقه في برنامج يبقى هو مثالي لا عادي انا هتيجي تقولي بقولك ايه انا لسه عارف كذا 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 بس والنبي ما تقول لحد احنا لسه ما قلناش احنا مش عارف ايه هيبقى عليك هيبقى عليك بص انا بقى هقولك حاجة انا عندي ميزة لطيفة قوي ان انا ممكن تحكيلي السر او الحكاية وانساها كلها على بعضهم يعني مش عشان ميشي انا من الناس اللي مفروض ان انا بحفظ الاسرار الا لو ما اعتنيش في الكلام وتغبيت وده برضو اعتراف يعني لو ما اتغبتش واعتني في الكلام انا فانا بحفظ الاسرار والابشن الزيادة لعندي ان انا بانسا فانا بانسا اصلا السر انت ممكن تيجي تحكيلي حكاية وتيجي كم يوم عايز تكملي عليها وميلت لأ لأ من الاول بقى يعني من الاول عشان انا اصلا نسيتها فاني بتزي من الأول وتحكي القصة من أولها فده اوبشن حلوة والله إن لو حد حابب يحكي لي أي قصة يا جماعة أنا كده كده بنسيها فتمام انت زرك في بير والبير ده كمان مش هنعرف نطلع منه حاجة نكمل عليها عاطف يعني عاطف في العيل كبرت يعني بص معي أنا مش هقولك بس استعبطني انت وانا تماما هكمل لا أنا أنا أريدي نازل عليها سوفت وير الاستعبط جاهز معاشو ما هي تجي استعبطني يعني هو انت في حاجة مش هايز تقولة hoo في حاجة كتير عايز تاعرفيك عايز تاعرف حاجة متعلقة بك يعني ولا بالمكان اللي احنا نشغالين فيه ولا انت يقول لي بس ولا كتك السر على طول ايه أكتر الاصرار اللي صحابك بي أمنوك عليها ولا حاجة ولا حاجة عشان عارفين إنه مافيش لا 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 بي أمنوني يعني لو اسرار بين اسرار بيوتهم أصرار يعني أصار فعلاً 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 ما ينفعش تتقال بيقوله هالي وأنا بقولها عادي حلوة مني صح؟ حلوة حلوة أنت غير متوقع لا أيوة غير متوقع لازم أبغير متوقع يعني ييجي يقول لي مثلاً عنده مشكلة مع مراته مثلاً ويستأمنني أنا في الموضوع ده وأنا المشكلة تحديداً اللي هو الهالي أنا بلاص مش عارف أحل هاله فهروح أستأمن حد تاني في مشكلته هو طيب أنت بقول لك أنت ممكن تروح بالنظرات بتاعتك دي بس ما بقولش مين لا بالنظرات بتاعتك دي دي أنت ممكن تروح تحكي لمراته مثلاً ما جربتش بس فكرة حلوة بس فكرة حلوة يعني بس أحكي لك قصة كده فيه واحد صاحبي خد رائف كذا 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 مثلاً فيه حاجة أنا بحب أعملها ايه؟ أغلس حاجة في الدنيا ايه هي؟ لما مثلاً ناس كده كذا حد بيبقى متفق مع بعديه وبتاعة مش عاربة سيربرايز يعملوا سيربرايز أنا راح أنا بتصل بصاحب السيربرايز لا 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 دي أغلس حاجة ممكن تعملها الغتاتة أولا بس دي تجويدة من عندي لأنا بعملهاش فقط بتعملهاش بس أحب أنها تتعامل معايا أنت عارف بقى أنا من الناس اللي هي بتحب السيربرايز قوي ايه يعني أنا أي برضو فيها جزء من السر سيربرايز مفاجأة أنا يعني لو تحرق لي سيربرايز بيبقى متنكدة يعني لو عرفت أو حتى زكائي يوصلني مثلاً أن أنا أقفش الناس عملالي ايه؟ بيبقى متنكدة جداً أنا بحب اللقطة بتاعة السيربرايز دي أنا سويد دي أنا أنكد عليكي بقى الفترة اللي جادة أنا هقعد أقولك كل حاجة بتاعشها عيد ميلادي فائد خلاص أنا بحب الوقت بتاعيد ميلادي ده بيبقى في سيربرايز كتير وربعة ده أنت غالبان خالص ده أنت مفيش حد في حياتك كده بيفجؤوكي في عيد ميلاديك بس مفيش أي مفاجئات تانية ستة اكتوبر عيد تحرير السيناء بتاع أي حاجة يفجؤوكي يعني مفيش أي مفاجأة واحدة في السنة عيد القطحة عيد الفطر عيد كريسماس أي حاجة يش أي حاجة هو عيد ميلادي بس ومين اللي بيفجك في عيد ميلاديك جوزي؟ لا صحابي صحابي بس في سنة من السنين في واحد صحبتي غلصة جدا أزيز دي أكيد طبعي جدا أتكلمتني وقالتلي على فكرة يا سوء خلي بالك إحنا رايحين مكان فلاني فلاني وإحنا رايحين عشان دي السيربرايز بتاع تعيد ميلاديك ده كان أغلص عيد ميلادي عد علي عارفة ليه هي بتقولك كده؟ عشان ما تجيش بالبيجامة أما هيجي بالكجامة بس بقوازتلي اللاطة وتعملي إيه ته؟ أنا اتفاجئت قدام الكاميرا يعني أنا فعلاً عملتها فيك وإن أنا اتفاجئت بس أنا صراحة كنت متضايق قوي والناس عرفت إنها فيك؟ لا إزاي؟ ده أنت أي حاجة فيك بتعمليها بعرفها في ثانية أنت تنصبي، ده أنت ببنى عليك على طول اتفاجئت بقى عملت نفسي اتفاجئت وقاتي بقى كده صح؟ وقاتي وقابولك بقى عشان مبوكي بصلة والحاجات دي لا لا مش للدرجات دي لا يعني اليوم ده أصلي كان العيد ميلاد في النيل في حاجة في بوت في النيل مركب يعني إيه بوت دي؟ مركب في النيل عادي أصلا مش فالوكا، أنا مقولش فالوكا ده ستوب، ستوب انت هنا فالوكا ولا فالوكا؟ مش عارفة يعني مش عارفة مالميلاع؟ كانت حلوة بوت مشيها من دماغك يعني ايه أقرب لك في دماغك؟ يعني فالوكا ولا فالوكا؟ حساها يعني نصي كلمة مصري فهم بيحبوا يزودوا بس يعني خليها فالوكا عادي فالوكا؟ فاليوم ده صراحة كنت مدايق قوي ان في واحدة كلمتني وقالت لي خلي بالك احنا رايحين دلوقتي عيد ميلادك سوربرايز كنت اختت من الغتاتة ما هي بقى لو هي بقى كي طب جايبين لي ايه؟ احلى بقى عشان برضو لو عيد ميلادك السوربرايز ده رايحة كده اهو امبتي ما تروحيش اصلا ما تروحيش انت دهلك عالفونس اه تروحي بقى كل دول جمعين فلوس و جايبين لك طقم الام فيه هدايا كده بتعفرت امم ده حي اه فيه هدايا بتعفرت خصوصا هدايا اللي بتجيلك في الشركات دي زميلك في المكتب جابولك سلة تحط فيها الإلام والله ما بغذر ترسل